طيب بص يا سيدي انت دلوقتي خلاص البرزيل حتقابل كرواتيا ده لا محال خلاص كده ادي الموضوع بقى بالنسبة لك واضحة طيب هولندا والارجنتين هو ماتش قوي هو ماتش قوي جدا جدا على فكرة وما تقدرش تجزم بانه الارجنتين هي الاعلى كعبا على هولندا لانه لا يعني فيه اخناء فيه اخناء يعني مثلا البرزيل وكرواتيا خناء لربع خناء لنص نص خناء انما الارجنتين وهولندا هتاعمل خناء جامدة مع الارجنتين ده تخيلي يعني طيب الناحية بقى التانية ورايا الناحية دي كده الناحية دي كده بص يا سيدي طبعا دي عركة دي دي حرب من ضمن الحروب العلبية انجلترا وفردز واضحة مش محتاجة ان احنا نجود فطبعا سكتهم مش زي سكت يعني بص 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 مثلا فرنسا واخد انجلترا انما على الناحية التانية هرايا هيدا كده هو هتلاقي مين البرزيل واخد آآ كرواتيا الناحية دي اسبانيا مع المغرب والمغرب فرقة تقيلة والبرتغال واخد سويسرا وسويسرا فرقة دمها تقيل عشان بس تبقى انت برضو فيما انت فاهمش انه سويسرا مسلمها نمر لا فرقة دمها تقيل يعني فالسكة هنا برضو فيها غشمية يعني انجلترا هتقابل فرنسا قال دي غشمية ما فيش ما بعدها غشمية يعني والسكة بتاعت المغرب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بازنك يا رب بازنك يا رب ربنا يكرم والمغرب يفوز على اه اسبانيا بكرة وحيقابل الكسبان من البرتغال وسويسرا هكذا اتخيل يعني المهم مراد القصة كلها انه السكة دي هتشوف فيها مطش جامد في الاخر مع اللي هيكسب من الارجنتين وهولندا ولا هيكسب من البرازيل وكرواتيا السكة التانية كده كده بقى فيها خناقة وفيها آآ مع معا آآ قوية واحنا في الاخر اللي مستفدين من الخناقة بتاعت الكورة الحلوة الممتعة دي هتا